السعودية والصين تبدأنا التحضيرات لزيارة تاريخية يقوم بها الرئيس الصيني إلى الرياض لعقد ثلاث قمم تزامن الزيارة مع توتر العلاقات السعودية الأمريكية يطرح تساؤلات عديدة فهل قصدت المملكة وضع حد لتهديدات الولايات المتحدة؟ أم ستضع الزيارة في إطار آخر؟ سؤال يخلق جدلاً بين خبيرين، أحدهما سعودي وآخر صيني بعد إعادة انتخاب شيجين بنج رئيساً للصين لولاية ثالثة أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن زيارة سيقوم بها بنج إلى السعودية جدول أعمال الزيارة سيكون ممتلئاً إذ قال بن فرحان أنه سيتم عقد ثلاث قمم خلالها الأولى سعودية صينية، الثانية خليجية صينية، والثالثة عربية صينية موعد الزيارة لم يحدد بعد، لكن مجرد الإعلان عنها لفت الانتباه وأثار التساؤلات إذ تشهد الفترة الراهنة توتراً في العلاقات الديبلوماسية بين الرياض وواشنطن بعد خفض إنتاج النفط في أوبيك بلاس، وبعد تهديدات البيت الأبيض بأن الأمر لن يمر من دون عواقب بحسب موقع الميادين، اعتبر خبير علاقات دولية صيني طلب عدم الكشف عن اسمه أن الولايات المتحدة تعامل السعودية بأنانية وتريد منها تلبية رغباتها ومطالبها المتحدث تابع مشيراً إلى عدم قبول المملكة بهذا الوضع وقال نية الرياض الانضمام إلى مجموعة بريكس تظهر استقلاليتها المتزايدة في العلاقة بواشنطن كذلك رأى الخبير الصيني أن المملكة تسعى لحماية مصالحها في مجال الطاقة بدلاً من أن يستخدمها الآخرون في المقابل كشف المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي لموقع قناة الحرة عن موعد الزيارة قائلاً أنها قد تحصل في أواخر عام 2022 لكن القرار ليس نهائياً بعد آل عاتي قال أن ملف الطاقة والتبادل الاقتصادي سيتصدر جدوى الأعمال الزيارة لكنه استبعد أن تكون نية السعودية توجيه رسائل تحدي لأمريكا من خلال استقبال الرئيس الصيني برأي المحلل السعودي علاقة الرياض وواشنطن تاريخية والمملكة مهتمة بالحفاظ عليها بغض النظر عن مواقف الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي اشتركوا في القناة